لم يمنع غلاء أسعار السلاع بسبب ارتفاع الدولار عشرات العوائل من التبضع في أسواق مدينة كربلاء التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وإن كان ذلك بنسبة أقل من العام الماضي استعدادا لاستقبال عيد الفطر وشراء مسلزماته نحن هسا يجينا اللي نسوى قيتش للأطفال تدريت الحاجة ملالي وصيرها بخمسة ألاف غلاء أسعار يعني الفقير وين ينطوى جهة لكن متابعة من اقتصادي يتابعهم هذه الوضعية شنية يعني قبل عشر تيام كانت الحاجة بسعر وهسا قرب العيد صارت ضعف السعر اللي كانت عليه يعني كلها بالدولار كلها صاعد يعني ملابس طفلة بنطرون 36 دولار يقولي أي كلش غالي ويعني المعيشة يعني احنا ما نقدر على هذا الوضع كلش يعني أنا ملابس ما قدرت أشتري النفس اشتريت لها أي المعيشة الصعبة ووسط تلك المعاناة تأتي دعوات البعض لتحسين الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن منذ سنوات بسبب الفشل وحالة التخبط الحكومي في معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد وآخرها أزمة الدولار والغلاء الذي أضرت طبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والله العيد استعداداته المواطن دايعاني كلش دايعاني من هذا المبدأ دايعاني من الغلاء بسبب تقلب الدولار الأسعار دا تصعد يوم على يوم التجار دا صاعد والشركات دا صاعد وإحنا في حد داتنا نصعد حال نحال العالم لأن تشتري الدولار اليوم على المية وخمسين ثاني يوم تحوله على المية وستة وخمسين على المية وسبحين يعني متقلب الأسعار وماكو أي حل لا هاتس ولا بعد ألف سنة ما طول ما طول احنا دولة بيها مية واربعة وثلاثين حزب من تصير لنا لا هاتس ولا بعد ألف سنة يصير لنا شارع الآن نزل الدولار مية وخمسين خلنقول على مية وخمسين ينبع بالسوق نزل غير مفوض نزل أسعار باقي نفس ما هي الأسعار وقاعد تصعد أكثر للأسف اليوم نشوف الفقير يعني ما موجود بالسوق ما موجود بالشارع لأنه إذا يطلع السويار عائلته أقل شيء أطفال اثنين أو ثلاثة أحد إذا أريد يشتري ملابس لهم اثنين أو ثلاثة الأقل قطعة بعشر أو بخمسة عشر وعشرين فما عنده مكانية وهو دخل محدود وإن كان عنده راتب حتى لأصحاب الرواتب الى خمسين أو أربعمائة وخاصة العقود هذا مين يصرفه برقبتها إلى أربعة وخمسة وستة فإحنا نتمنى من الحكومة بأنه تفعل دور الأمن الاقتصادي بمراقبة الأسعار الغلاء الواضح في الأسعار لم يمنع الكربلائيين من ممارسة عاداتهم لاستقبال العيد التي توارثوها من الآباء والأجداد من كربلاء طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد طلايا